السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبيباتي عامنين ايه طالبات الصف الاول اعدادي بمدارس عنيزة الاهلية معاكو ميس نورهان وان شاء الله النهاردة هنستكمل اللي هو درس الانعكاس في مستقيم احنا خدنا الجزء الاول وان شاء الله النهاردة هناخد الجزء التاني يلا نبدأ مع بعض هناخد الانعكاس في المستوى الاحداثي خلاص طيب نبدأ مع بعض كده نقول بسم الله اول حاجة عايزة عارفها الانعكاس حول محور السينات وبرطة حايزه أعرف الإنعكاس حول محور الصادات يعني إيه الكلام ده خلينا ناخد مثال بسيط لو عندي شبكة الربعية تمام وعندي فيها النقطة ألف هي 2 و4 دي النقطة ألف خلاص موجودة هي عندي النقطة إحداثيات النقطة ألف هي 2 و 4 تمام عايزتني مرة أعكسها حول محور الصدات إيه معنى الكلام ده معناه إنه أنا مرة هخلي محور الصينات هو المراية أو هو محور الإنعكاس ومرة أخلي محور الصدات هو المراية أو هو محور الامعكاس طيب تمام كده خلي ناخد الألم معكم لما نيجي نشوف أول حاجة لما أجي على محور السينات هعد بقى هخلي السينات هو المراية فالمفروض أن الألف هتنعكس هنا تحت أدي السينات فوق وتحت خلاص يبقى أخد السيني ده هو المراية بتاعتي فهعد بقى أشوف الألف قدي إيه بتبعد عن السينات ده هعد أدي مربع اتنين تلاتة أربعة همشي على نفس الخط ده وعد من تحت أدي واحد اتنين تلاتة أربعة يبقى هنا بالزبط هتجي النقطة الجديدة اللي هي ألف شرطة يبقى هنا صورة النقطة ألف بالانعكاس حول محور السينات هي ألف شرطة طيب تمام نيجي ناخد دلوقتي الانعكاس حول محور الصدات هجي بص إن الألف هرجع للنقطة الأصلية اللي هي ألف ألف هنا وقع أهيه لو أنشوف بيتبعد قدي إيه عن الصدات أعد أدي واحد اتنين بنعد إيه المربعات مربعين يبقى أعد من ناحية التانية أدي واحد اتنين يبقى هنا هتيجي النقطة ألف شرطة تمام يبقى عرفنا إيه هو الانعكاس حول السينات والانعكاس حول الصدات يعني الانعكاس حول الصدات إن أنا أخلي السيني هو المراية وإن العكاس حول الصدات أخلي الصاد هو المراية وأعد النقطة بتبعد عنه أدي إيه بالمثلة هعمل في النحية التانية من نفس المستقيم تمام نجي ننتقل على اللي بعده عايزين نعرف يعني ايه محور تماثل محور تماثل اذا كان الإنعكاس في مستقيم يحول الشكل إلى نفسه فإن هذا المستقيم هو محور تماثل يعني الكلام ده يعني لو عندي مثلا مسلس تمام وعندي مستقيم اهو والمستقيم ده عكس للشكل ده لنفسه بالضبط يبقى بسمي المستقيم اللي عندي الاسود ده اللي هو محور تماثل لأنه عندي يحول الشكل إلى نفسه نفسه بالضبط نفس الأطوال نفس الشكل نفس كل الرؤوس ما تغيرش فيه أي حاجة بسميه محور تماثل طيب لو كان عندي شكل واحد محور تماثل بيقول ايه عندي ملاحظة هنا مهمة جدا بيقولي محور تماثل يقسم الشكل إلى شكلين متماثلين يعني ايه الكلام ده يعني لو عندي دائرة وعايزة رسم لها محور تماثل اهو هبصد ان محور تماثل بيقسمها النصين قد بعض بالزبط هو ده محور التماسل تمام هنتقل على اللي بعده طيب في اللي بعده هنا بيقول لي عندي ده جدول خدناه قبل كده في صف الخامس الابتدائي عن عدد محاور التماسل لبعض الأشكال فعندي في المثلسات المثلس المتساوي السقيل اللي هو محور تماثل واحد والمتساوي الأضلاع له ثلاث محاور التماسل والمختلف الأضلاع ملهوش متوازل الأضلاع ملهوش محاور تماثل المستطيل له اتنين والمعين له برضو اتنين اللي هو المربع له أربعة وشبه المنحرف اللي هو الغير متساوي الساقين ملهوش وشبه المنحرف المتساوي الساقين له واحد فقط الدائرة عدد لا نهائي من محاور التماسل الخماسي له خمسة والسداسي له ستة تمام؟ طيب ننتقل على اللي بعده بيقول لي هنا في السؤال ده عايزني على الشبكة التربعية أرسم النقطة ألف باء وجيم في كل حالة ثم أرسم أو جد صورة المسلس ألف باء جيم بالانعكاس حول سين سين شرطة يعني إيه سين سين شرطة؟ يعني محور السينات وأذكر هل سين سين شرطة محور تماثل للشكل؟ يعني هل سين سين شرطة ده أسم الشكل لنصين أدبعت؟ ولا لا؟ تمام؟ أول حاجة أجيب الشبكة التربعية عندي أرسم المحور السيني والصادي بعد كده أروح أمثل النقطة ألف النقطة ألف كام؟ واحد وتلاتة واحد سيني وتلاتة صادي يعني هنا بالزبط دي النقطة ألف تمام؟ طيب النقطة باء! 3، 1، 3 و 1 يعني هنا دي النقطة بقى النقطة جيم 0 وسالب 1 0 وسالب 1 0 وسالب 1 تحت هنا يبقى دي النقطة جيم اوصل ما بينهم هيطلع الشكل اللي عندي ده مسلس هو عايزنا نرسم صورة المسلس ده بالنسبة لانهي محور السينات ولا الصدات السينات قال لي سين سين شرطة يعني محور السينات يعني خلي السين المراية يلا هتعمل مع كل نقطة الوحدة اروح للألف هشوف بتابعت كام عن السينات اعد المربعات ادي 1 2 3 يبقى انزل لتحت اعد 3 ادي 1 2 3 يبقى حط النقطة الجديدة هنا اهي على المربع التالت اللي هنا هتبقى هنا ألف شرطة تمام يا حلوين طيب اروح انقل مين دلوقتي هروح انقل الباق 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 بتبعد مربع واحد يبقى هنا مربع واحد يبقى الباق هنا على طول بعد اول مربع دي الباق شرطة طيب اروح انقل مين دلوقتي الجيم الجيم هتابعد هنا بصوا ركزوا في الجيم شوية الجيم تحت عند محور السينات من تحت يبقى صورتها تبقى فوق مش هي بتبعد عن السينات اهي بيبعد عنه مربع واحد يبقى هطلع فوق وطلحها مربع واحد من فوق يبقى ادي الجيم شرطة اوصل ما بين الشكل ده تمام هيطلعلي ان ده صورة المسلس الف باء جيم بالانعكاس حول محور السينات بيقول لي بقى بصي المسلس الف باء جيم اللي هو الاسود هل سين سين شرطة او محور السينات بقى محور تماثل لي يعني هل اسم المثلث الاسود ده المصين اضباع لا طبعا ده هنا في جزء صغير خالص وهنا في جزء كبير يبقى لا يمثل محور تماثل يبقى الاجابة هنا هتكون لأ شايفين الاي موشن بيقولكوا لأ يبقى الاجابة هنا هتكون لأ مش محور تماثل بكده ان شاء الله نكون انتهينا من درس النهاردة درس سهل وبسيط جدا اتمنى تكون استفدتم مني يا حلوين والواجب هيكون بقية التدريبات على الجزء التاني من الدر ان شاء الله واستودعكم وعلى لقاء في درس اخر ان شاء الله استودعكم الله